تفقد مدير عام مديرية التواهي محافظة عدن وجد محمد الشعبي مشاريع صيانة الطرقات في المديرية واطلع على سير عمل مشروع عادة تأهيل جولة القلعة والصعوبات التي تواجه المشروع كما تفقد سير العمل بمشروع صيانة البردورات والجزر الوسطية في مثلث رأس مربط ومثلث فندق الصخرة واشدد الشعبي على ضرورة تنفيذ المشروع بالمواصفات الفنية والفترة الزمانية المتفق عليها على صعيد آخر ناقش مدير عام مديرية التواهي مع رئيس قسم تنمية الإرادات بمحافظة عدن حسين الحسام تحسين وتنمية وتحصل الإرادات في المديرية وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب الأشغال زاهر مغيني لآلية تحصل الإرادات ورسوم تراخيص البناء ومزاولة المهنة والنقل والتي تنعكس بدورها في تنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمديرية